حاجة الأولانية ليه علاقة بعمر فايد أنا مش عاوز أكون قاسي على عمر فايد وكل اللعيبة مهما كانت النتيجة ومهما كانت الأخطاء إحنا مش عاوزين نجلد ولا نقطع بس عمر فايد مع قلة الخبرات أنا شايف أن الغلطة الطرد الطرد ما حصلش من الشوط الأولاني الإضافي الطرد حصل من وقت الفار تعال نستعرض مع بعض هنا الحكم يا عمر يا فايد وكل اللعيبة مصر رايح يشوف الفار أنت قولي في الأولمبياد وفي فار وحكم مفروض ده حكم كبير وكل العالم بيتفرج تفتكر أنت لما تروح للحكم وهو رايح يتفرج على الفار أنت ممكن توقفه أو تأثر على قراره أو تأثر على أي شيء ده رايح يتفرج على الإعادة تاني بص هنا عمر فايد رايح فضل ماشي وراء الراجل عمالي يزعق مع الحكم فقام الحكم زيق منه قام يا كريم يداله إنذار إنذار مجاني الإنذار ده لو ما اتخذش والإنذار ما قرارش على قرار الحكم في أي حاج هروح أشوف الفار هروح يشوف الفار إنذار مجاني من عمر فايد مع قلة الخبرة الشوت الأولاني الإضافي هو أول تاكلنج الراجل رايح مع التعب عمر فايد نسي إنه ياخد إنذار أما عامل التاكلنج الطرد حصل وبعد الطرد أي حد كان متوقع أن مصر ممكن تكمل كان يبقى يعني بيهزر الموضوع كان صعب جدا إذا كان صعب بـ 11 هيبقى سهلة بعشرة قلة خبرات من عمر فايد مش عاوز أكون قاسي عليه بس يا عمر ما كانش ليها أي لازم أولا حقا بقى القصة دي مش قصة عمر أولا قصة مين معلش أخدها بعيدة أوي يعني حكامنا في مصر لعبة دي متعودة آي نعم عمر بقى له كم شهر بقى تخارج من الدول المصري بس ياها لعبة عندنا في الدول المصري معتدة عليه أنا هروح أقف فوق رأس الحكم وهقف حوته واشده وارفعه والمين والمي شمال والحكم مش يرفع أنزار فتلقائين اللعبة رايحة اللي هو يا عم زي عندنا يا عم هروح أطلد عليه شوية ومش يعمل لي حاجة هناك ما فيش الكلام ده هناك نراح للفار ما تقربش مني عشان كده الحكم هو رايح أول واحد هيقرب لي هديله وأنزار فأحيانا إحنا متعودين على حاجة زي ما أنت قلت قلة خبرات لما بروح هناك أنا مش شايف ويا بلا هدف يعني أنت بيتقصر الحكم فيه هكذا الحكم مش هتأثر في حاجة هيروح يعمل لي هو عايزه وفي الآخر هو راح يشوف اللعبة لاخد قرار ولا نفس قرار فانت استنى حتى الحكم هشوف صح اللعبة ويرجع التاني ياخد القرار عندك هل عايزه الحكم طبعا عاوز أتكلم في حاجة مهمة جدا على طول بقى وهو ما بعد الأولمبياد احنا النهاردة على الأقل فيه أربع لخمس لعيبة هيبقوا مفروض يبقوا متواجدين في المنتخب الأول مش متواجدين في المنتخب الأول بس عشان خطر هم عملوا بطولة كويسة كامدة كلها الشخصية يا كريم انت النهاردة بتلعب قدام منتخب فرنسا كل اللعيبة اللي في الملعب باستثناء زيزو وإنني كلهم شباب صغير ما حاجش فيهم بلعب فقالي وزي مالك منوّر أول قولي مين من الجيل ده اللعب منتخب الأول ما نجال لك بقى هقولك أربع لعيبة من أربع لخمس لعيبة أكيد هيبقوا متواجدين فترة اللي جاية دي رقم واحد لازم لازم طبعا يبقى متواجد أسامة فيصل مع مصطفى محمد المجهود اللي بيعمله أسامة فيصل مش طبيعي ده رقم واحد رقم اتنين أحمد نبيل كوكا كده كده وهيبقى متواجد مع منتخب مصر رقم تلاتة حسامة عبد المجيد أو عمر فايت آه عندهم مشاكل كتيرة جدا بس هما ممكن يكونوا امتداد لأحمد حجازي تمام؟ عندك يا كريم رقم أربعة أنا بشوف فين محمد شهاد ومحمود صبر من اللعيبة الرائعة جدا جدا في وسط الملعب وممكن يكونوا امتداد لنص الملعب طبعا ده غير كده إبراهيم عادل اللعيب إلا أنا والله لو إبراهيم عادل راح أي حتة في العالم مش هكون مستغرب الولد عنده مهارة مش طبيعية أنا ما شفتش موهبة في مصر من بعد رمضان صبحي زي إبراهيم عادل إبراهيم عادل شبه لعب متكامل في وقت ملوقات كانوا بيقرنوا بالزلزولي بتاع منتخب المغرب الراجل اللي بيلعب في الريال بيتيس والله العظيم إبراهيم عادل أفضل من الزلزولي بكتير بس القصة كلها اللي بيلعب في البيراميدز أتمنى أكتر واحد في مصر يطلع مع محمد عبد المنعم وإبراهيم عادل لازم لازم يحترف كريم قدرته على الاحتفاظ والمهارة والثقة وآخر حاجة بقولك ليه شخصية اللعيبة دي والله منتخب مصر بكل النجوم اللي فيه بيجي لعب قدام ساعات قدام كودفور قدام غانا قدام كاميرون بتلاقي أول ربع ساعة تلت ساعة لعيبة مهزوزة في وقت لعيبة منتخب مصر النهاردة قلن بيمسكوا الشوت الأولاني خمسة واربعين دقيقة على فرنسا ثقة نقل بيعدي بيرقص مفيش عنده أي مشكلة ففي لعيبة كتيرة أو أنا مش عاوزة يعني في لعيبة كتيرة ممكن تضمر المنتخب مش هزود كتير على اللي قاله محمود يمكن إبراهيم عادل طبعا أولهم السلاسة الوصف بصراحة كلهم كلهم يستحقهم كل موجودين سواء شحات أو كوك أو محمود صبر خاصة محمود صبر اللعيب اللي بشوفه الرقم 8 اللي قريب أكتر من إمام عشور اللعيب اللي بيقدر ينقلك لقدام يلعب بوكس تبوكس عملية التسديد عنده بكلتا القدمين التكملة جومانتية الجزاء واللي شرحها محمود من شوية في الكرة بتاعت الهدف لعيب متكامل في وسط المالعبدولي التلاتة مع إبراهيم عادل عندك كمان واحد من الاثنين مدفعين أو الاثنين مدفعين لو تم عملية التطوير الخاص بي ومعندهم مشاكل كتيرة جدا في النواحة الدفعية وفي التمركزات لكن عملية التطوير تقدر تمي بيهم بشكل جيد لعيبة كتير موجود حمزة علاء بصراحة التقلق الكبير يستحق الفرصة لو خرج من نادي الأهل ولعب يكون موجود كنوية لمنتخب مصر في المستقبل